حاجة بتمنىها تحصل والناس كلها تفهمها وتقدرها قريت لما روح البيت لحد زميلي في دراسة يكلمني ولا صاحب شغل يكلمني ولا الزميل ليه في الشغل يكلمني ولا مدير شغل يقول انت هتطبق بكر ولا مش هتطبق بكر ولا جاي يوم كذا خلاص انا سبت المكان اللي كنت فيه معاكم ومشيت طالما مشيت محدش هتصل بيا دي حاجة قاعدة سبتة المفروض نحترمها ونقدرها كلنا انا فما تعتبش عليها لما روح البيت وكون عامل الموبايل صامت او اعمل الموبايل صامت عمدا متعمدا ونام او عندي شغل معين او حاجة معين عايزة اخلصها مش عايزة ازعاج عايزة افصل يا سيدي عايزة اقعد في البلكونة شوية خلاص انا عايزة افصل انت مالكش دعو بي يا بقى خلاص انا كنت معاك ويبتلك عايزة حاجة ويبتلك لا والله شكرا عايزة سلامتك سلام خلاص تمام كده ما اروحش بقى البيت بقى توقيت تعرفني تعرفني ازعاجش لما افتح لك ارد عليك رد وحش او انه تنضيشك ما اردش عليك خلاص انا بكون عايزة افصل هيتنا اقدر كده بلا ان انا مش سيدلية ولا دكتور النفساني في خدمتك 24 ساعة يا اكد الدكتور النفساني بيجي بيبقى في خدمة المريض 24 ساعة فما تلومليش على رد فعلي اشتركوا في القناة